السلام عليكم هذا الفيديو مهم لكل من يعيش في ألمانيا ويرغب بمعرفة كيف يفكر مستشار ألمانيا وما هي استراتيجية ألمانيا بالأشهر المقبلة الأمور التي تكلم عنها مستشار ألمانيا أولاف شولز بمؤتمره الصحفي الصيفي تكلم على مجموعة كبيرة من الأمور تكلم على قانون التدفئة تكلم على قانون تأمين الأطفال الأساسي تكلم على حزب البديل اليمين المتشدد تكلم على استراتيجية ألمانيا مع الصين الاتحاد الأوروبي حرب روسيا وأوكرانيا وأيضا حلف الناتو تابعت أصدقائي المؤتمر الصحفي الكامل لمستشار ألمانيا وجمعت لكم جميع النقاط كي أعرفكم كيف يفكر مستشار ألمانيا وما هي الخطة التي سوف تمشي عليها ألمانيا بالأيام المقبلة هذه الأمور جدا مهمة لكل من يعيش في ألمانيا معرفتها كلا نكون مثل الأطرش في الزفة ونعرف كل شيء تفكر في هذه البلاد التي أصبحت هي وطننا أيضا وطننا التاني الذي نعزه ونفتخر به ونتمنى له أيضا الخير إذن أصدقائي لنبدأ بالموضوع الأول والنقطة الأولى التي تكلم عليها مستشار ألمانيا وهي نقطة تهم جميع سكان ألمانيا قانون التدفئة المتير للجدل تكلمت عليه في مجموعة كبيرة من المواضيع ألمانيا ترغب بتغيير جميع أجهزة التدفئة التي توجد بالبيوت لأنها تعمل بالزيت أو تعمل بالغاز وهذه الأمور تلوت البيئة أصدقائي حسب الحكومة الألمانية وحسب وزير الاقتصاد هابك الذي هو من حزب الخضر وترغب ألمانيا بالسنوات المقبلة أن تغيرها جميعا وتحولها إلى أنظمة تدفئة جديدة صديقة للبيئة على الأغلب تكون تدفئة من مضخات أصدقائي ذغم بومب أو أمور تكون فيها أيضا طاقة متجددة إلى آخر يعني الاستغناء التدريجي عن الغاز والاستغناء التدريجي عن الزيت لكن هناك مشكلة كبيرة وخلافات كبيرة والناس يعيشون في قلق ولا يعرفون هل سوف يجبرون جميعا على تغيير أجهزة التدفئة وهذا الأمر مقلق من سوف يدفع تمانها وتغيير جهاز التدفئة ليس بالأمر السهل يمكن أن يكلف 10 ألف يورو 20 ألف يورو 30 ألف يورو 40 ألف يورو إلى آخره من سوف يدفع هذه الأمور فلذلك تمانت الحكومة الألمانية المواطنين وقالت الحكومة الألمانية أنها سوف تدعم أصحاب البيوت إلى آخره بتغيير أجهزة التدفئة وستكون هذه الأمور أيضا على سنوات طويلة وعلى خطوات طويلة سيكون هناك دعم ولا داعي لأحد أن يقلق كما قالت الحكومة الألمانية ودفع مستشار ألمانيا على هذا القانون وقال سوف يدفع ألمانيا إلى الأمام استبدال التدفئة سيكون مرتبط أيضا بالبلديات الألمانية وقانون خطة الحرارة يعني لن يكون قانون استبدال أجهزة التدفئة هكذا مباشرة هكذا سريع سيكون الأمر مرتبطا بالبلديات والبلديات ستحدد السنوات وستحدد الدعم لكن هناك نسكة كطر خايفين من أنه بعد 5 سنوات 10 سنوات عندما يأتي الضور على البناية التي يسكن هنا فيها ويجبر صاحب البيت بتغيير جهاز التدفئة بأن يزيد على الناس الإيجار ويكون هناك غلاء لكن الحكومة الألمانية تعطي الطمأنين للناس بأنه سوف تراقب كل شيء ولن يكون هناك غلاء وسوف تدعم المواطنين وتكلم مستشار ألمانيا وقال بأن هذا القانون المتير للجدل وما رافقه من خلافات بين الوزراء وأعضاء الحكومة لم ترق له ولم تعجبه يعني ذاك الخلاف والصراع بين حزب الخضر حزب SPD وحزب الليبرالي FDP إلى آخره وأمام الإعلام لم تعجبه أيضا المستشار ألمانيا تكلم على التأمين الأساسي للأطفال القانون الذي ترغب به وزارة الأسرة أصدقائي وهو مرتب جديد للأطفال يرغبون بعمله والبدء به بداية من سنة 2025 وإنها كيندرغالد وإنها كيندرغوند زي شغونغ وإنها مساعدة الأطفال من الجوب سنتر ويجمعون كل شيء في دعم واحد ومرتب واحد يسمى كيندرغوند زي شغونغ التأمين الأساسي للأطفال هذا ما ترغب به الحكومة الألمانية أو ما يرغب به حزب الخضر ويدعمه أيضا مستشار ألمانيا من حزب SPD أن يكون بداية من سنة 2025 ما زالت توجد هناك خلافات لأن وزير المالية من حزب FDP الليبرالي وأيضا الحزب الليبرالي ما زالوا لم يتفقوا على التمويل وزيرة الأسرة ترغب بـ 12 مليار يورو سنويا من أجل دعم الأطفال لكن وزيرة المالية يقول لها لا يوجد عندنا مال يجب علينا أن نتقشف سأعطيكم فقط 2 مليار وقد زدنا من كيندرغوند أصبح كيندرغوند 250 يورو وهذا يكفي وزيرة الأسرة لا ترغب دخل الآن مستشار ألمانيا على الخط وقال لا نرغب أن يبقى في ألمانيا أي طفل فقير أو محتاج وقال بأن الحكومة الألمانية تعمل على وضع أسس من أجل إخراج هذا الدعم الجديد للأطفال الذي يسمى كيندرغوند زيشاغونغ الذي سوف يعوض بالمستقبل كيندرغيلد وكيندر تسوشلاغ إلى آخر يعني كيندرغوند زيشاغونغ سوف يكون صراحة شيء رائع جدا لجميع الأسر شيء رائع جدا لجميع الأطفال لأنه ستكون مساعدة واحدة ستكون مساعدة جيدة ستكون مساعدة كافية ومرتفعة سيستفيد منها الأطفال وأيضا الأهالي لأن الأهالي هم المسؤولون على الأطفال ويجب دعم الأهل لأن هذا أيضا دعم للأسرة والأطفال إذن مستشار ألمانيا يرغب بكيندرغوند زيشاغونغ ويخطط لها ويضع لها الأسس كي تنجح وتبدأ سنة 2025 بخصوص الضرائب الخاصة للمتزوجين قال مستشار ألمانيا بأن النقاش الحاصل حول إلغاء ما يسمى بإيغاتن سبليتين يعني النظام الضرائبي للمتزوجين لن يتم إلغاؤه لأن هناك أيضا بعض الاقتراحات التي جاءت ضغط كثيرة تقول للحكومة الألمانية يجب أن توفري يجب أن توفري مصارفنا كبيرة مصارفنا عالية وكانوا يرغبون بإلغاء هذا النظام الذي هو صراحة النظام جميل وجيد للمتزوجين لأن مرتب الزوج يحسب على مرتب الزوجة وهكذا يعملون ضرائب يعني إذا كان الزوج يعمل أو الزوجة لا تعمل هنا أيضا الزوج لا يدفع ضرائب كثيرة لأنه مرتب يدخل مع مرتب زوجته هناك من يطالب بإلغاء هذا الأمر والزوج وحده يدفع ضريبة والزوجة وحدها تدفع ضريبة فقالوا هذا الأمر ضد الأسرة ضد الزواج إذن كأنكم سوف تزيدون من أن الناس لا تتزوج قالوا جميل جدا إذا الناس تتزوج لذلك مستشار ألمانيا سيبقي على هذا الأمر على أي لكن مستشار ألمانيا قال بأن الفئة الضريبية رقم 3 والفئة الضريبية رقم 5 سوف تلغى والمتزوجين قال سوف يبقون يعني سيحصلون فقط على الفئة الضريبية رقم 4 كان عدد كبير من المتزوجين يستفيدون لأنه من يتزوج كانوا يعطونه الخيار بين أخذ شتويا كلاسة 3 أو أخذ شتويا كلاسة 4 أو أخذ شتويا كلاسة 5 الفئة الضريبية رقم 3 شتويا كلاسة دغاي 3 كانت جيدة جدا لمن هو متزوج ومن مرتبه مرتفع مثلا أسرة أسرة الزوج يعمل والزوجة لا تعمل أو الزوجة تعمل مثلا فقط تايلت سيت أو ميني جوب هنا الزوج كان يحصل على شتويا كلاسة دغاي الفئة الضريبية رقم 3 وكان يدفع ضرائب قليلة جدا بالمقابل الزوجة كانت تحصل على الفئة الضريبية 5 وهي لا تعمل فلا تدفع ضرائب كثيرة أو تعمل يكون مرتبها قليل تدفع على ذلك المرتب القليل ضرائب كبيرة إلى آخر والعكس صحيح أصدقائي إذا الزوجة هي من تعمل ومرتبها كبير ينصح دائما بأن تأخذ الفئة الضريبية 3 ومن لا يعمل أو مرتبه قليل يحصل على الفئة الضريبية 5 هذا الأمر قالت هذه الحكومة مجتمعة حزب الخضر حزب الليبيرالي وحزب اسبيد الاشتراكي مستشار ألمانيا يدعم هذا الأمر قال يجب إلغاء الفئة الضريبية رقم 3 يجب إلغاء الفئة الضريبية رقم 5 وابقى فقط على شتويا كلاسافيغ شتويا كلاسافيغ يسحب ضرائب مثل الزوج مثل الزوجة شتويا كلاسافيغ تشبه شتويا كلاسافيغ شتويا كلاسافيغ الفئة الضريبية رقم 1 التي يحصل عليها العزابية يدفعون ضرائب شيئا ما أكثر هي تقريبا نفسها شتويا كلاسافيغ شتويا كلاسافيغ بالنسبة لشتويا كلاسافيغ هي فئة ضريبية جيدة وتكون فيها اقتطاع ضريبية قليلة لكن يحصل عليها فقط يعني من عندهم أطفال ومطلقين إذا كانت الأم هي من تربي أطفالها لوحدها إلى آخر أو الأب هو من يربي أطفاله لوحده إلى آخر يعني المطلقين والمفترقين الذين عندهم أطفال ومعهم أطفال إذن هذا ما يرغب مستشار ألمانيا سوف تلغى لم يخبر متى سوف تلغى أيضا أصدقائي تكلموا مستشار ألمانيا عن حزب البديل اليميني وقال بأنه هو شخصيا يرى بأن الأمر لا يدعو للقلق وهو يظن بأن المجتمع الألماني لن يعود إلى الفكر اليميني حسب ما قال مستشار ألمانيا وقال هو متأكد بأن حزب البديل ستكون نتائجه مشابهة لآخر انتخابات عرفتها ألمانيا سنة 2021 حصل حزب البديل على 10.3% هو يظن بأن في الانتخابات التي ستكون في خريف سنة 2025 يظن أن حزب البديل سيرجع إلى 10% حاليا التوقعات تقول بأن شعبية حزب البديل مرتفعة للغاية ووصلت الآن إلى 20% خصوصا في شرق ألمانيا ارتفعت بشكل كبير مستشار ألمانيا يقول هو لا يقلق وسطن خفض أيضا أصدقائي تكلموا مستشار ألمانيا على العلاقة الألمانية مع الصين وقال بأن ألمانيا ستدعم الشركات بأن تستمر بالاستثمار بالصين التصدير والاستيراد من الصين الحكومة الألمانية يوم أمس أقرت استراتيجية هذه الاستراتيجية أغضبت الصين بشكل كبير بحيث أن الحكومة الألمانية قالت يجب على الشركات الألمانية ويجب على ألمانيا أن لا تعتمد بشكل كبير على الصين وأن تنوع الاستيراد استيراد التروات الطبيعية واستيراد البضائع ولا يجب على ألمانيا أن تعتمد فقط على الصين وقالت وزيرة الخارجية التعاون مع الصين يجب أن يكون واقعي وليس ساديجا يعني الحكومة الألمانية ووزارة الخارجية خصوصا وزيرة الخارجية الألمانية تقول لا يجب الاعتماد 100% على الصين يجب التنوع كي لا تقع ألمانيا في فخ التبعية للصين المهم الصين غضبت من هذه الاستراتيجية وانتقدتها أيضا تكلم مستشار ألمانيا حول اللجوء وقال الاتحاد الأوروبي سوف يتوصل إلى اتفاق بشأن نظام اللجوء مشترك بين الدول وأعرب عن تفاؤله أن هذا الاتفاق سوف يمكن لأول مرة من الحصول على آلية مشتركة للجوء إذن مستشار ألمانيا لا يرغب بأن كل دولة أوروبية تعمل نظامها الخاص باللجوء أن يكون قانون اللجوء مشترك وموحد في أوروبا وأن أوروبا توزع اللاجئين بينها يعملون نظام واحد للبصمة مراقبة البصمة مراقبة كذا اللاجئ أيضا ليس هو من يختار لا تكون عنده حرية التنقل هم من يقولون له يجب أن تذهب إلى هذه الدولة أو تكون في هذه الدولة أو في هذه الدولة كي تكون هناك آلية واحدة لنظام اللجوء ما زالت هناك خلافات حول هذا الأمر لأن بولندا والمجر هنغاريا يرفضون هذا النظام ويقولون بأنهم لا يرغبون بلاجئين سوف نرى أصدقائي وأيضا قال مستشار ألمانيا بأن أولف شولت بأن ألمانيا لا ترغب بأن تبقى حدود الاتحاد الأوروبي مفتوحة هكذا للهجرة الغير شرعية وأكد أولف شولت وزاد بأن ألمانيا سوف تعمل للحد من الهجرة الغير شرعية وفي نفس الوقت ستعمل ألمانيا لتقوية الاقتصاد الألماني عبر جلب الهجرة الشرعية النظامية لدول كفاءات يعني ألمانيا ومستشار ألمانيا سوف يعني يصعبون الأمر على المهاجرين الغير الشرعيين الذين يدخلون إلى ألمانيا عبر الحدود وسوف يزيدون من دعم الناس التي سوف تأتي إلى ألمانيا من أجل العمل وعندهم مثلا شهادة جامعية شهادة مهنية تعلموا اللغة ويرغبون أن يأتوا إلى ألمانيا بطريقة شرعية كطلب تأشيرة عمل بحث عن عمل تأشيرة أوسبلدون هذا الأمر ترغب ألمانيا بدعمه يعني من يأتي بطريقة شرعية ستدعمه ألمانيا من سوف يأتي بطريق التهريب طريق الدخول إلى أوروبا تقول ألمانيا أنها سوف تضغط على هؤلاء الناس وأيضا أصدقائي وعد شولس أن تستمر ألمانيا بالدعم العسكري لأوكرانيا بالأسلحة وقال ألمانيا هي ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وقال أنه منذ بداية الحرب إلى غاية سنة 2027 خصصت ألمانيا دعما ماليا لأوكرانيا بقيمة 17 مليار يورو لشراء الأسلحة وقال أنه سوف يقوم أيضا بمكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينما يحين الوقت وقال هو مستشار ألمانيا كإنسان كمواطن كألماني كأوروبي يتمنى النصر لأوكرانيا وأصدقائي آخر شيء تكلم عنه مستشار ألمانيا وهو رغبة ألمانيا بزيادة الإنفاق والدعم العسكري وترغب بإيصاله إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي يعني 2% من إنتاج ألمانيا من أرباح ألمانيا من أموال ألمانيا 2% من الناتج المحلي الإجمالي سوف يخصص إلى الجيش لأن هذا الأمر هو ما يفرضه حلف الناتو العسكري الذي تنتمي له ألمانيا وقال بأن حلف الناتو سوف يتعاون وسوف يعمق التعاون مع دول أخرى توجد بآسيا أو توجد أيضا بأستراليا يرغبون بعمل تعاون قوي بين حلف الناتو وأيضا بين اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا كي يقوى هذا الحلف الغربي بشكل كبير دون إدخال اليابان أو كوريا الجنوبية أو أستراليا أو نيوزيلاندا لماذا توجد حلف الناتو إلى أيضا اليابان كوريا الجنوبية أو أستراليا ونيوزيلاندا على الأغلب كي يعملوا هناك أيضا حلفا قويا لا يسمح بتمدد الصين لأن اليابان كوريا الجنوبية أو أستراليا ونيوزيلاندا قالقين من نمو وسيطرة الصين على المنطقة هناك الصين غاضبة جدا من اقتراب حلف الشمال الأطلسي حلف الناتو إلى تلك المنطقة وأعلنت الصين أنه إذا اقترب حلف الناتو منها أو عمل هناك تحالفات فإنها لن تسكت وسوف ترد على الأمر إذن أصدقائي هذا هو المؤتمر الصحفي والنقاط المهمة التي تكلم عنها مستشار ألمانيا أولف شولز قربتكم منها كي تكون عندكم فكرة لتوجه ألمانيا بالمستقبل نتمنى السلامة للجميع شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء